وقبل أن أحدثكم عن أحداث عظيمة كانت تجري في نفس الزمان في نفس الوقت بينما كانت أحداث المشرق تجري كانت أحداث فتح الشام تجري لكن قبل أن أنطلق إليها أحببت أن أغير مسار الحديث قليلا بدل من أن أستمر في فتوح متتالية أحببت أن أقف وقفه مع عمر الرجل عمر الإنسان عمر ليس كفاتح وإنما الجوانب الأخرى من شخصية عمر رضي الله عنه ثم نعود إلى فتوح الشام إن شاء الله هو سيدنا عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر وفهر هو قريش فهو قراشي يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب وبين النبي صلى الله عليه وسلم وكعب سبعة آباء وبين عمر وكعب ثمانية آباء وأم عمر بن الخطاب هي حنتمة ابن تهاشم ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم فهي كذلك من بني مخزوم وينتسب إلى عدي ويسمى العدوي ويلقب بأبي حفص الحفص الشبل ولد الأسد وكناه به النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وكانت حفصه أم المؤمنين رضي الله عنها أكبر أولاده فيقال أبو حفص نسبة إلى حفصه ويقال أبو حفص نسبة إلى الشبل ابن الأسد كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر كما ورد في فسيرة ابن هشام وسمي بالفاروق لأنه أعلن الإسلام ونادى به في الناس بينما كان الناس يخفون إسلامهم ففرق الله به بين الحق والباطل قال ابن عباس سألت عمر ابن الخطاب لأي شيء سميت الفاروق فذكر حديث إسلامه إلى أن قال فأخرجنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفين حمزة في أحدهما يعني رأس الصف الأول وأنا في الآخر حتى دخلنا المسجد فسماني النبي صلى الله عليه وسلم الفاروق وقيل لعائشة كما يحدثنا ابن سعد وكذلك ورد ذلك في أسد الغابة في معرفة الصحابة قيل لعائشة من سمى عمر الفاروق فقالت النبي صلى الله عليه وسلم ولد قبل حرب الفجار الأعظم بأربع سنين وكانت هذه الحادثة قبل البعثة بستة وعشرين سنة فكان إذن عمره لما ولد عمر عمر النبي صلى الله عليه وسلم أربعة عشر سنة فكان مولده قبل البعثة بثلاثين سنة فهو أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة عشر سنة وإليكم وصف دقيق له كنت وصفت لكم عمر في السابق لكن دعوني أصف لكم مزيد من صفاته كان رضي الله عنه رجلا مشربا بحمرة يعني أبيض فيه شوية حمار حسن الخدين والأنف والعينين غليظ القدمين والكفين مجدول اللحم وكان جلدا شديد الخلق قوي ضخم الجثة كما ذكرت لكم إذا مشى بين الناس كأنه راكب على بغل أو نحو ذلك وما يكون مع قوم قط إلا رؤية كأنه فوقهم يعني هو أطول واحد فيهم وكان قويا شديدا لا واهنا ولا ضعيفا إذا مشى أسرع ووطع الأرض وطعا شديدا كان إذا يتحرك طه طه يدوس الأرض دوس هكذا كان شأنه تروي الشفاء ابنة عبد الله أنها رأت فتيانا يمشون بطيئين يتكلمون كلام خافت يأكلون القليل من الطعام قالت ما هؤلاء منظر عجيب في الإسلام ما نعرفه إحنا ما هؤلاء قالوا نساك يعني ناس متخشعين متعبدين بعض الناس يتصور العبادة هكذا فقالت كان والله عمر إذا تكلم أسمع وإذا مشى أسرع وإذا ضرب أوجع وإذا أطعم أشبع وهو الناسك حقا النسك ما هو بأن الإنسان يتكلم كلام آطية التقوى ليست بالدين اللي الإنسان يفعلونه بعض الناس اليوم كأنه دين ضعيف لا دين قوي ما يحتاج الإنسان يتكلم ببط ويتكلم بصطواتي ويمشي كوي كأنه بذليل كلا كان عمر يعلم الناس العزة وهو أنسك الناس وكنت قد حدثتكم عن بعض صفاته وبينت لكم خشونة طعامه كيف كان يستعمل الخشن من الطعام والروايات في ذلك كثيرة لكن رواية من الروايات تبين لنا لماذا كان يأكل الخشن من الطعام كان حفص ابن أبي العاصي في مجلس عمر لما جاءه طعامه فطلب من الناس أن يأكلوا معه فحفص ما أكل فقال له عمر ما يمنعك من طعامنا ليش ما تأكل معنا كان يأكل خبز ماهو مطحون دقيق ماهو مطحون خشن ومع زيت هذا طعامه أو خبز مع حليب يقول حفص ابن أبي العاصي يقول لعمر إن طعامك جشب غليظ وإني راجع إلى طعام لين قد صنع لي فأصيب منه طعام مجهز لي مزين مسنع مضبط لين راجع له أنا عمر أراد أن يعلمه درسا فقال أتراني أعجز أن آمر بصغار المعزة آخذ معزة صغيرة شوف اختياراته فيلقى عنها شعرها تسلخ وآمر بلباب البر ماهو قمح وإنما خلاصة القمح ثم آمر به فيخبز خبزا رقاقا إذن سأصنع لحم من أطيب اللحم صغار المعز وخبز من أطيب الخبز لباب البر وآمر بصعاع من زبيب الزبيب اللي هو العنب المجفف فيقذف في إناء حتى إذا صار مثل عين الحجل صب عليه الماء يعني زبيب يذاب وثم يصب عليه الماء حتى يصبح كأنه دم غزال فآكل هذا وأشرب هذا آكل لحم من أطيب اللحم وخبز من أطيب الخبز وأشرب شراب من أطيب الشراب طبعا هذا في حياة الصحراء يعتبر من ألبذ الأطعمة فحافظ تحجب قال إني لأراك عالما بطيب العيش يعني عرف أشوف عندك معرفة بالطعام اللذيذ قال والذي نفسي بيده لولا أن تنتقص حسناتي لشاركتكم في لين عيشكم خايف على حسناتي تروح شوف السبب الآن يبين ليش طعام خشن ولكنني أستبقي طيباتي لأني سمعت الله تعالى يقول عن أقوام أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها ويقول يوضح هذا الأمر بشكل واضح فيقول لنحن أعلم بلين الطعام من كثير من آكليه أنا أعرف الطعام اللين واللذيذ وكيف يطبخ وكيف يختار أعرف أكثر من كثير من الناس اللي هذا تخصصهم الطعام اللذيذ ولكن أن أدعوه ليوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها أنا ما أريد أنشغل بالدنيا أترك هذا حتى يكون همي اليوم الذي تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت يعني يوم القيامة والأحاديث في ذلك كثير وكان له خادم اسمه يرفع في يوم عمر رغم زهدة لكن يقول يا ريت الواحد يأكل سمك اشتهى سمكا يرفع رحم حاله فاستأذن وسافر ليلتين ذهابا إلى البحر وليلتين إيابا اشترى سمك وجاء به وصل وأخذ يغسل الراحلة يغسل الدابة من العرق فقال عمر ما شأنك قال لا ذهبت سمعتك مشتهي سمك ذهبت جبت لك السمك وجيت فقال عذبت بهيمة من البهائم في شهوة عمر والله لا يذوق عمر ذلك تحذب حيوان من أجل شهوتي وبين لأهله منهجه في ذلك دخل عمر وقد أصابه الجوع الشديد على زوجته فقال عندكم شيء فقالت امرأته تحت السرير فجر تحت السرير وإذا تمر وماء فأكل من التمر وشرب من الماء ثم مسح بطنه وقال ويحن لمن أدخله بطنه النار يعني الإنسان سبحان الله يستطيع أن يعيش على أي طعام بعض الناس يأكل طعام حرام لا يدقق لا يحرص فقط يريد أن يتلذف بالطعام لما خص بعض الناس يسافرون في البلاد الأجنبية يأكل خنزير يأكل طعام ما هو مذبوح ما يفكر ولا ينظر ولا شيء كلا المؤمن المؤمن أجل وأعظم من أن يدخل النار بسبب بطنه طبعا طعام أهل الكتاب حل لنا لكن الطعام الحرام بعض الناس لا يدقق فيه وهذا لا ينبغي لمسلم وكان رضي الله عنه خشنا كذلك في ملبسه قال علي رضي الله عنه ذلك النجم العظيم كذلك الذي يتصف بزهد يوازي زهد عمر يقول رأيت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إزارا اسمعوا هذا خليفة الدولة الإسلامية التي حكمت الأرض في ذلك الوقت وأسقطت كسرى وهراقل أسقطت فرس والروم يقول علي رأيت لعمر بن الخطاب إزارا فيه إحدى وعشرون رقعة من جلد هكذا كان عمر يلبس لهاب رقعة وهو خليفة المسلمين وخطب مر الناس وعليه إزار فيه اثنة عشرة رقعة يقول أنس لقد رأيت في قميص عمر هذا اللي اتكلمنا عنه الإزار يقول عن قميص يقول رأيت في قميص عمر أربع رقاع بين كتفيه ويقول أبو عثمان النهدي رأيت عمر يرمي الجمرة وعليه إزار مرقوع هكذا كان رضي الله عنه ومن قصصه العجيبة التي يرويها ابن سعد وابن الجوزي أنه أبطأ يوما عن صلاة الجمعة فلما خرج وصعد المنبر اعتذرا للناس فقال إنما حبسني قميصي هذا لم يكن لي قميص غيره ينتظر القميص مغسلين ينشف حتى يلبس ويصعد فيه وكان وكان رضي الله عنه حريصا على أن لا يأخذ من أموال أهل الذمة شيئا فمر على دهقان حاكم قرية من قرى النصارى كان تحت حكم المسلمين فلما رآه هذا النصراني ملك الدولة الإسلامية هذه ملابسه جاءه بقميص فقال هذا النصراني لعمر البس هذا فإنه أجمل وأليا فقال له عمر أمن مالك يعني هذه الهدية من أموالك الخاصة ولا من أموال الناس قال من مالي قال هل خالطه شيء من الذمة يعني هل في شيء من أموال الناس دخل في صناعتها قال لا كل من أموالي إلا الخياطة عطيتها خياط عندي من الذين أحكمهم قلت لخيطها لي قال أعذب ائتوني بقميصي كان يرسلون قميصة فجيء به وهو أخضر من الصابون الذي فيه لبسه وترك خايف من الخيط اللي في القميص لأنه أخذ بغير حق انظروا الزهد أي مثال عظيم يضربه عمر رضي الله عنه في العدل في الحرص في الزهد هل سمعتم بمثل هذه الأمثلة في التاريخ هل سمعتم بحاكم يلبس خفاف غليظة لا يزيد ثمنها عن درهم واحد هكذا كان رضي الله عنه قال زياد ابن عبد الله أتيت على عمر وعلي ثياب كتان وعلي خفان جميلان فغمزني في خفي بديدوسني على رجلي بعصاه حتى آذى رجلي يقول فلما كان من الغد رجعت إليه في خفين غليظين وعلي ثوبان من قطن فلما رآني قال هكذا يا زياد هكذا يا زياد قال بكم أخذت هذين الخفين هذا الخفين الغليظين بكم اشتريتهما قلت بوافن يعني في درهم شيء بسيط يعني فأعطاني درهم قال اشتر لي مثلهما يبحث عن أرخص الأسعار لأنه لا يريد أن ينفق أموال من أجل الدنيا ويتصدق بها لله رب العالمين قارنوا هذا بمن ينفق الآلاف على لبس أو على مركب انظروا الفرق جعلنا الله وإياكم ممن يقتدي بعمر الزاهد عمر القائد عمر الإنسان خرج يوما في يوم حار واضعا رداءه على رأسه مغطي رأسه بجزء من ثوبه من شدة الحر فمر به غلام على حماره فقال يا غلام احملني معك حر شديد وهو ما معادابه وهو الخليفة فالغلام لما سمع الخليفة يطلب منه يركبه وياه نزل عن الحمار وقال اركب يا أمير المؤمنين قال الله اركب عنده فقال اركب يا أمير المؤمنين أنا أركب خلفك قال الله اركب وأركب أنا خلفك تريد أن تحملني على المكان الوطيئ خلينا أجلس على المكان اللين على الحمار وتركب أنت على المكان الخشن مؤخرة الحمار يابسة صعبة تريد أن تجلس عليها لا أنا أجلس عليها يقول فركب خلف الغلام ودخل المدينة وهو خلف الغلام والناس ينظرون إليه متعجبين من هذا الخليفة الذي يحكم الأرض ويشدد على نفسه بهذه الطريقة ما تشدد بخلا ولكن تشدد زهدا وتعليما للناس وحرصا على أن يلقى الله عز وجل ليس بينه وبين الله درهم ولا دينار ولا سبب لحسابه وكنت حدثتكم عن حرصه على شأن المسلمين لما قدم معاوية بن خديج على عمر رضي الله عنه من مصر يخبره بفتح مصر فتح الإسكندرية قال له عمر لما وصل معاوية ما ذهب إلى عمر في وقت الظهر قال انتظر لما يصير العصر الروح له فعمر وصل الخبر أن معاوية موجود ناداه فاخبره بالفتح ثم قال له عمر ماذا قلت يا معاوية حين أتيت المسجد يعني لماذا لم تأتني أول ما وصلت شنو قلت في نفسك قال قلت يا أمير المؤمنين أنك قائل يعني نايم في الظهر القيلولة فما حبيت أسعجك في وقت الظهر قلت انتظر للعصر قال بئس ما ظننت لئن نمت النهار شوفوا المنهج العظيم شوفوا لماذا كان يفعل بنفسه ذلك لئن نمت النهار لأضيعن الرعية ولئن نمت الليل لأضيعن نفسي فكيف النوم مع هذين يا معاوية ولذلك يقولون كان نومه خفقات يعني يسقط نائم في ساعات متفرقة من ليل أو نهار ترجمة نانسي قنقر